قبل أن ننضي في هذا الحديث، أنت شرط لموضوع قتل الأسراء. نعم. نحن نحسب كل هؤلاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وسيخلد ذكرهم التاريخ. كما خلد عدد هائل من لدون كريري وغيرها من المعارك. لكن ما في قوة دعم للتمرد أدانة هذا العمر. يعني المهتمر السوداني لأول مرة ربما يدين إدانة واضحة هذا العمر. هذا قتل الأسراء من قبل المنشيات. نعم طبعا المهتمر السوداني هو طبعا جو في بعد يعني 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 يقول لك شنو؟ المثال عندنا يقول لك بعد دهج ما أكل العيش. بعد الشواف شاف والعواف عاف. نعم المثال انتهت تماما وبعدين ليقوا روح في موقف مخزي جدا أفقدون الشعب السوداني. ويحاول في هذه الفترة إنه حاول تكفكفت هذه المسائل وتقديم نفسهم بصورة جديدة للشعب السوداني على الشعب السوداني يقبلون. ومن ضمنها مربوطة بهذه المسألة اللي هو تحسين الصورة اللي هي كانت الفكرة بدت فيها في حكاية العمل الإدارات المدنية في منطقة الجزيرة. وديب المناسبة كان الهدف الأساسي منها اللي هو إنه يتنجح هذه الإدارات المدنية وعبر هذه الإدارات المدنية. يتم تقديم مجموعة من الخدمات وبالتالي تحسين الصورة بتاعة الدعم السريع. ومن خلف بتالي الدعم بتاعنهم. ونفس المثال اللي هي في دارفور. الكلام في دارفور وإنه اعلان دارفور أو السيطرة على دارفور بصورة كاملة وأو الأغيري. فالهدف الأساسي ده مخترح بالمناسبة الحارب دي مدار من الخارج والخارج يدرك تماما المتغيرات التي تحدث من ضمن المتغيرات التي يدرك الخارج واللي هو كان مصر وإلى الآن مصر إعادة قحة مرة أخرى وليس الدعم السريع الدعم السريع هو عبارة عن أداة وده مشروع تاني بتاع الدعم السريع بتاع حميدتي في داخل المشروع الكبير بتاع الجماعة ديل فبالتالي يعني المحاولة يعني عمل المساحيق حول الوجه بتاع الدعم السريع وبالتالي يمكن أن يتم تقديم قحة مرة أخرى بصورة واضحة لكن بفتكر الذي حدث يعني ده ما تترك مجال في نفس كل سوداني بأنه ممكن يقبل قحاته والله يقبل الجنجويد مرة أخرى المصر أصبحت واضحة جدا إن السودان ده لا يسع الجنجويد زائد القحاته والشعب السوداني من الجهة أخرى